إننا أمام كارثة الإنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانية والإعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها وتهدد الأمن والاستقرار العالمي ولذلك فإن الأمر يتطلب مننا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بدخال مساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين مستلزمات طبية للمرضى والمصابين في غزة أصحاب الجلال والفخام والسمو والدولة تؤكد مملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القصري لسكان غزة كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وإننا على يقين بأن سبيل وحيد تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وهما يضمن صدامة الأمن والاستقرار المنطقة ودولها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته